في كل عام الصورة ذات الصورة والمشهد ذات المشهد الأمطار التي هطلت طوال الأيام الثلاثة الماضية دمرت مئات المنازل وراح ضحيتها العشرات وباتت كثير من المدن والأحياء السكنية جزرا معزولة بالمئة نحن ننقذ العفاجنا وحياتنا وبلغنا في الزلط والضلط مرموية يعني لسه نحن نسع أولادنا حتى يخط فيها رأس نساسي قعد فيها مائة ما حتى عشان نخط فيها أولادنا ملاقنا الحين أغزونا يا معا الفيضان عندنا كثير والبلد مضررة من الفيضانات والمواطنين كلاج والغرق فنحن نطلب من الجهات المختصة يعني التلحق النازل في أغري فرصة المناطق كلها من أمضون بان من الكرياب لحد تلمضون بان المناطق كلها مغرقانة فالناس ماشيون على الأقدام يعني مفترض بيكون فيه حتة حياتها مقتصة يعني تنقذ الناس المياه لا تزال على مد البصر لم يتم تصريفها بعد والسلطات أطلقت تحذيراتها بأمطار قادمة خلال الساعات المقبلة الأمر الذي يهدد الكثير من الأسر الخسائر المادية والبشرية للأمطار لم يتم حصرها بعد لكن كان للسيول أثرها خاصة على الطرق القومية التي تربط شمال وشرق السودان رغم التحذيرات المبكرة التي أطلقتها إدارة الأرصاد باحتمال زيادة معدلات الأمطار إلا أن التحوطات لم تكن كافية ما جعل الخسائر كبيرة بل ومرشحة للزيادة في مقبل الساعات طريق التجان سكاي نيوز عربية الخرطون